السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعينا ان شاء الله النهاردة هنعلمكم حاجة سهلة وبسيطة بس هتسعدكم كتير في شغلكم وده عشان في كتير من الناس طلبتها مني وانا بعملها دلوقتي عشان كل الناس تستفيد دلوقتي في بعض الناس بيكون عندها ملف بيدي اف وبيكون عليه مثلا صور او بيكون عليه بعض المعلومات المهمة وهو عايز ياخد منها نسخة او كوبي بحيس انه يقدر يحطها في ملف وورد ويشتغل عليها دلوقتي هعلمكم ازاي تعملوا ده بكل بساطة طبعا هتفتح اي ملف بيدي اف زي اللي تشايفينه امامكم دلوقتي هنفترض ان انا عايز اخد السؤال رقم اتنين ده واحطه عندي في ملف تاني ملف وورد عشان اقدر مثلا اضيف عليه اي معلومات تانية او يكون جزء من اسئلة انا بضعها هنروح على كلمة تحرير فوق وهنختار كلمة تيك اسناب شوت وهنزلل المكان اللي انا عايز اخد منه لقطة بالزبط زي المكان ده كده انا اخدت الجزء ده هبدأ اروح على ملف وورد هنقول كليك يمين مثلا ونعمل نيو ونقول ملف ايه وورد مايكروسوفت وورد ونفتح ملف الورد اللي انا عايزه وهبدأ ان انا اضيف الصورة اللي انا عملتها اضيفها ازاي هدوس كنترول في هتلاقوا الصورة جات لكم هنا بس الصورة دي هتلاقي تحركها صعب يعني انتر حبيت تشدها كده وتسحبها هتلاقي التحرك بتاعها صعب عشان تحركها بكل سهولة هتروح على خانة تنصيق الصورة لو ما لقيتهاش فوق ممكن تضغط كليك يمين وتقول تنصيق الصورة من تحت يعني اي مكان تحبه بعدين هيفتح لك النفذة دي هتيجي عندي كلمة التفاف نص وهتعملها امام النص امام النص هتلاقي الصورة اصبحت سهلة تتحرك بيها في اي مكان تصغرها تكبرها طيب عايز الصورة تكون اكثر وضوحا هتيجي عندي كلمة تحسين وتختار اللون اللي انت تحبه هتكون اكثر وضوحا وتكون واضحة زي ما انتو شايفين كده تمام وبكده يبقى احنا اخدنا جزء من ملف البي دي اف واشتغلنا عليه على الورد تعالوا ناخد واحدة تانية هاخد السؤال اللي بعده اللي هو السؤال التالت مثلا اللي امامكم ده وهروح هحطه برضو نفس الشيء في الورد وهدوس كنترول في هينزل شايفين نزل ورا الملف اللي انا عملته في الاول او الصورة اللي انا عملتها في الاول طيب هنعمل نفس الحركة هنقف عليها ونقول تنسيق صورة ونقول اه التفاف النص ونقول امام النص هتلاقى طلعت قدام ننزلها تحت شوية زي ما انتو شايفين ممكن نروح تحسين ونحسن اللون شوية واصبحت واضحة زي ما انتو شايفين كده ونقدر نستخدمها في اي شيء اظن كده الموضوع بالنسبة لكم مواضح وسهل وبسيط تقدر تضيفها وتقدر تصغرها وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه فيها وكمان تقدر تضيف اي شيء بيانات عليها من خلال كلمة ادراج وتختار اشكال وتختار مربع نص لأول واحدة وتضيف اللي انت عايزه لو فيه معلومات زيادة زي اجابات او شيء تقدر تضيف الاجابة اللي انت عايزها في المكان اللي انت عايزه الاجابة مثلا زي كده وتقدر تعدل اللي انت عايزه بكل بساطة وبكل سهولة ارجو ان يكون الفيديو نالاعجابكم ده فيديو بسيط وسريع عن كيفية عن كيفية قصص صورة من ملف بي دي اف ووضعها في وورد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة وتدعمونا باللايك والشير عشان القناة تستمر في عرض المعلومات الجديدة